نحن الآن في متحف الميترو بولوتين للفنون وننظر إلى أحد أجمل اللوحات التي تعود لمدرسة نهر هندسون للفنان توامس كول والمسمى بالإكسبو والتي تعني التواع في النهر إنها تصور منظرا طبيعيا كبير وتجسد التواء في نهر كوناتيكيت ويقع هذا النهر في مدينة النورث مابتون في ولاية مستيوجست كما أن هذه اللوحة مقسومة إلى قسمين أحد ما يصور الشمس وهي تشرق حيث تبدو أن العاصف قد انتهت هذا صحيح وعلى الجانب الأيسر لدينا هذا المشهد المذهل تبدو السماء مخيفة وممطرة تبدو كأنها عنيفة تقريبا كما يمكن رؤية البرق في أقصى اليسار هناك أيضا فرع مكسور يظهر في المنطقة الأمامية إنه فرع ميت أليس كذلك؟ بالفعل تبدو هذه الشجرة ميتة وفي الحقيقة غالبا ما تعد هذه اللوحة في الفن الأمريكي تعبيرا رائعا لطريقة أي فهم لوحات المشاهد الطبيعية أولهما كتقليد رفي على الجانب الأيمن وأيضا كتعبير إنسان على الجانب الأيسر أليس كذلك؟ بالطبع كما يظهر الفنان في المنطقة الأمامية إنه ينظر للخلف ينظر للخلف باتجاهنا وهو يرسم هذا المشهد الطبيعي الأمريكي الجميل وهذا بالطبع جزء من تاريخ أمريكا فقد تواجدت في أوروبا أثار وكانيس ونصب تلكارية عظيمة وتاريخ لكن تميزت أمريكا بوجود مثل هذه المناظر الجميلة الرائعة والتي رفع من شأنها من خلال إدخالها في الأساطير وأيضا تم استخدامها في التعبير عن المصير الجلي هذا صحيح وأيضا تم استخدامها في التعبير عن فكرة وعد أمريكا الإلهي أعتقد أنه يوجد هنا بعض علامات وجود البشر في هذا المشهد الطبيعي وليس في الطبيعة النقية لذا فهي معقدة إنها لوحة معقدة إلى حد ما حيث امتازت هذه الفترة باشتعال الثورة الصناعية في أمريكا هذا صحيح يمكنك أن ترى ذلك خاصة عن الجانب الأيمن يمكننا ملاحظة الأراضي الزرائية كما نرى أيضا المداخن التي تعل البيوت أجل إنها أيضا منطقة ممهدة لذا يبقى هناك سؤال حول اتجاه أمريكا هذا صحيح ما مصير أمريكا في ظل نمو الاستقرار البشري في هذه الطبيعة والتكنولوجيا لكن هل سيدمر هذا الأمر عظمة أمريكا إن صح التعبير أي هل سيؤدي هذا الأمر إلى تدمير الحياة البرية والجمال الأصيل والتعبير السامي لحضور الرب ذلك لأنه عند النظر إلى الجانب الأيسر من اللوحة الذي يمثل منظور قوة العاصفة الرهدية التي ضربت الشجرة الذابلة في الحياة البرية سنجد أنه قد تم استيعاب هذا الأمر في القرن التسع عشر كتعبير عن تدخل إله الفوري وزواله بالطريقة أو بأخرى أو هل يشير هذا الجزء من اللوحة إلى كون استقرار الإنسان في الولايات المتحدة جزءا من خطة الإله لنا وقد كان هذا في الواقع السؤال الأساسي في منتصف القرن التسع عشر في أمريكا إنه يعبر عن هذه العلاقة معقدة جدا بين هؤلاء الأمريكان الجدد وبين عالمهم وبين الطبيعة هذا صحيح